بسم الله الرحمن الرحيم ياهلا وسهلا فيكم ومرحبا بكل الحضور سعداء بوجودنا وياكم وسعداء أكثر بتواجدكم في هذا اللقاء الأسبوعي في مجلس أبوظبي مجلس محمد بن خلف أكيد هالمجلس بكل ما فيه بكل ما يحتوي من شخصيات ومن قامات ومن هامات ومن حضور كريم يمثل علامة بارزة من علامات أبوظبي اللي دائما لها أياد بيضاء في كل المجالات التربية ما هي التربية؟ في ظل كل ما نحن فيه من تقدم حضاري تقدم ثقافي تقدم تكنولوجي وهو الأهم هذا التقدم بكل ما فيه بكل ما يحتوي من إيجابيات ومن سلبيات أثر تأثير مباشر على التربية على نشأة الأجيال تواصل الأجيال ما بين الأبا والأبناء وبالتالي الدكتور خليفة بكل ما لديه من معلومات بكل ما لديه من معرفة بكل ما لديه من تجارب وخبرات إنسانية رح يكون معاكم اليوم في التربية الذكية وتواصل الأجيال اتفضل دكتور سعد أبو جو ذكويانا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أسعد اللهم أساءكم بكل خير وحييكم ورحب بكم في هذه الأمسية وهذا المجلس العامر الذي يضم نخبة المجتمع من الأبائي والأمهات وعندما تتلاقح هذه الأرواح والعقول لا شك أن البوتقة سوف تثمر وتزدان بالمعارف المتبادلة فيما بيننا اخترت عنوان التربية الذكية لسبب جداً بسيط ألا وهو أن الكثير من الأباء والكثير من الأمهات هم يعتقدون أنهم يمارسون دور تربوي حقيقي في المنزل لكن لو أخذنا مفهوم التربية الذكية سنتفاجأ بأن أغلب الأباء والأمهات يفتقدون إلى أساسيات التربية لهذه الدرجة لهذه الدرجة والحديث الذي سنكتشف مدى الخلل الذي نحن قاعدين يمنارس دون أن نعيه بطريقة واضحة يجب أن ندرك بأن محطات التربية هي أربع محطات رئيسية كل سبع سنوات عبارة عن محطة المحطة الأولى تختلف تماماً عن المحطة الثانية تسمى غراس كراس مراس الناس غراس كراس مراس الناس كل محطة لها إيش؟ لها اسم محدد الإشكالية وين؟ الإشكالية أن الأب أو الأم لا يدركون بأن الإبن يمر بمتحولات ومتغيرات كل سبع سنوات الأبن أو الطفل تتغير عنده طريقة استقبال المعلومة طيب؟ يعني كل سبع سنوات المفترض أن أنا أغير طريقتي في استخدام الوسائل والأدوات التي تتماشى مع المحطة التي يكون عليها الأبن نجوف أننا كل الأمهات يستخدمون نفس الطريقة مع جميع الأبناء وهذا طبعاً أسلوب جداً خاطئ الطفل اللي يبعو خمس سنوات يختلف تماماً عن التسع سنوات يختلف تماماً عن 11 سنة كل واحد يحتاج إلى مهارة محددة هذه من المسائل الأساسية الأبن لما يبدأ يتعامل مع كل محطة احتياجاته تختلف رغباته تختلف اهتماماته تختلف ممارساته تختلف صداقاته تختلف أولوياته تختلف هنا الأم والأب لا يدركون حقيقة هذا المتحول والمتغير نأتي إلى أشكالية كبيرة جداً الطرق التقليدية السابقة التي كانت سائدة في الأجيال الأولى كانت متوافقة جداً مع التربية لكن تبعون الآن نحن نربي أبنائنا على نحن ما تربينا عليه لا 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 وضع صعب جداً نحن الآن نحن نجيل السبعينات عقولاتكم هل الآن نحن نقدر نربي أعياننا على ما نحن ربينا عليه؟ لا طبعاً أبداً كما يقول ابن خالدون في مقدمته كل عشر سنوات هنالك ماذا؟ سير نوع من التغيير الشامل لذلك نحتاج إلى تربية تتوافق مع المسجدات الحالية الموجودة لذلك نجد أن كثير من الآباء عنده بعض المعتقدات التي يمكن هو تربى عليها لكن ما تستطيع أنك أنت تستنسخ تلك المهارات على ابنك الآن مثل ما تفضلت المقدمة الممكنات اللي عند الإبن أصبحت الآن مختلفة عندك أنت لا تنسونا كذلك يا والحبة بأن طريقة تلقي الابن من المعلومات والأوامر والتوجيهات تراها إذا أنتم تعطيه نسبة مئة بالمئة من التوجيه والرعاية تعرفون كم يأخذ الابن؟ يعني أنتم تعرفون كم نسبة تأثيركم على الأبناء؟ فقط عشرين بالمئة بس عشرين بالمئة يعني مهما أعطيتي حق الابن مئة بالمئة راح يكون فقط عشرين بالمئة هو يتلقاه طيب الثمانين وين تروح؟ الثمانين وين يأخذه؟ يأخذه من المصادر الأخرى المدرسة مصدر من مصادر التأثير التلفاز مصدر من مصادر التأثير الآن الألعاب البلايستيشن مصدر من مصادر التأثير الحي المدرسة الفريج الأولاد وتيبدأ كل هذه المعطيات تشكل شخصية الابن لذلك من المسائل المهمة جدا وهي أخطر مسألة هي نسميها بناء منظومة القيم بناء منظومة القيم أنا كمحاضر أقدم عن المحاضرات على مستوى الخليج وخارج مستوى الخليجة دائما يمكن الأباء هذه المعلومات شوية مش مهتمين في كثير لكن الأمهات نسأل دائما هذا السؤال ماذا تعرفين عن منظومة القيم اللي نسميه 12 مسار في 48 قيمة صدقوني إخوان أن 99% فاصل 9 من الناس اللي أسرهم السؤال ما عندهم خلفية أو أول مرة يسمعون عن هذه المنظومة اللي نسميه 12 مسار في 48 قيمة أنا الآن لو أسأل الأخوان عندنا هنا من الشباب أو حتى من البنات ابنك هذه الآن كم قيمة موجودة فيه؟ يعني كم قيمة هو الآن يحملها؟ بدرون كثير من ما ما يقولك والله ما عارف شتراً؟ والله ما عارف كم قيمة عنده لماذا؟ ما عنده خلفية طيب كم عدد القيم الجيدة؟ كم عدد القيم السيئة الموجودة عنده؟ ما يعرفون؟ ما يعرفون هاي لماذا؟ هذه من الإشكاليات أن نحن قاعد نمارس التربية بالطريقة التقليدية ما هو الفرق بين الطريقة التقليدية والطريقة اللي نحن في محور حديثنا؟ الطريقة التقليدية نسميه التربية العشوائية التربية العشوائية أي بمعنى أن التركيز على ماذا؟ على رعاية الابن أهم شيء يروح لمدرسة يلبس يتشهت عند غرفة نوديها للعاب نشتر لغراض نشتر لسمان نسفر نيب نسميه مبدأ الرعاية مبدأ الرعاية طيب والتربية لا التربية هو القيم الذي لا يستطيع أي شخص أن يغرس في الابن غيرك أنت كأب وأنت كأم وهذه طبعًا عندنا إشكالية كبيرة جدًا نحن في ثقافة المجتمع العربي بالتحديد أغلب الأب عند قناعة أنه ما لا علاقة في التربية التربية هذا شأن النساء هو فقط اللهم يوفر المادة يوفر المسكن يوفر الفلوس يوفر الحاجة الرئيسية ويلقي بكل التربية على من؟ على الأم وهذا طبعًا من الإشكاليات الخطيرة لأن منظومة القيم الثماني وأربعين قيمة أربع وعشرين قيمة تزرع الأم وأربع وعشرين قيمة يزرع الأب فلو غاب الأب هنا الأم لا تستطيع تعوض يعني الأب لا تستطيع تزرع القيم بالذكورية في الأبناء لا تستطيع هي دورك أنت فقط تغرسين القيم المتعلقة بك أنت كدورك كأم لكن هناك في قيم موجودة عند الآباء هو الذي لا يغرسها فإذا كان الآباء غير متواجد الآباء مش قادر تفاعل الآباء مش قادرين تواصلوا مع ابناهم هذه إشكالية قبل ست سنوات كنت في مدرسة النعمان بن بشير في دبي على طلبة في المرحلة الابتدائية قد حق الطلبة تعالوا يا عيالي خلونا نسوي بس أسألكم السؤال لو أعطيناكم مدة ساعة كاملة فري طيب هاي الحصة مثلا عندكم ساعة كاملة ما عندكم أي حاجة وعندكم خمس خيارات رتبوا لي الخيارات الخمسة بناء على رغباتكم بناء على إيش اهتماماتكم كرة قدم قراءة مجلة مشاهدة تلفاز بلاي ستيشن الجلوس مع الأب خمسة أشياء أساسية وقاموا لعيال يحطون الأولويات إيش الأولى من الأشياء الخمسة المركز الأول بلاي ستيشن المركز الثاني ستوقعون كرة قدم المركز الثالث مشاهدة تبرمج تلفازوني المركز الرابع مشاهدة مجلة والمركز الخامس الجلوس مع الأب تدرون هذا الاستبيان جربناه على 33 مدرسة على 33 مدرسة في الإمارات في سلطنة عمان في الكويت وفي السعودية معلمات كنا نطلب منهم تبقوا الاستبيان عندكم الصدمة لماذا توقعناها نفس النتيجة دائما وفي ممكن شوي اختلف بس دائما أول حاجة بلاي ستيشن وآخر حاجة الجلوس مع الأب تكلم عن ماذا؟ تكلم عن فجوة قاعدة تصير بين الآباء وبين الأبناء لماذا الابن هنا يتعلق بالأم لماذا الولد دائما يكون ارتباط بالأم؟ لأن الأب غير موجود مركز الدراسات والبحوث في شرطة دبي الدكتور محمد مورات في آخر حصائية عنده يتكلم عن معدل جلوس الأب مع أبنائه كم توقعون في اليوم؟ معدل نصف ساعة فقط معدل نصف ساعة وهذا يتعمل فيه إشكالية كبيرة جدا هذا إلى جانب هناك ممارسات سيئة وأخطاء فادحة تغرص في الإبن كقيمة وأولها مفهوم النمذجة مفهوم النمذجة النمذجة أي بمعنى أن هذا الطفل يأتي إلى الدنيا ما عنده شيء والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمعة والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذا الولد أو البنت لما تخرج إلى الدنيا منه أمامها الآن؟ أمامها الأب والأم طيب أخطر مرحلة تربوية التي تغرص فيها القيم متى؟ من ست سنوات إلى أربعة عشر سنة هذه أخطر مرحلة تسمى مرحلة القيم أو سمى المرحلة الذهبية من ست سنوات إلى أربعة عشر الولد من يوصل خمسة عشر سنة سلم عليه انتهى لا تقول بربي ابني على خمسة عشر لا 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 الابن والبنت بعد الخمسة عشر ما يتربون ما يتلقون شيء ليش؟ لأن الابن كل ما يكبر بالسن السنة كل ما ما يقل تأثيركم عليه عشرة بالمئة إلى أن يصل إلى عمر خمسة عشر سنة تأثيركم تعرفون كم يوصل؟ يوصل تقريباً حوالي اثنين إلى ثلاثة بالمئة فقط لماذا؟ خلاص الولد من سنوات الخمسة عشر ست عشر لا 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 يتواصل معاكم وإنما عالمه وين؟ عالمه المجتمع الخارجي ربع الفريج رفاك تصحابه طلعاته سياراته لماذا؟ لأنه خلاص الأب والأم يقدر ربي الأم لبع الخمسة عشر أي سلوك عند الإبن تبغي تغيره من ستة إلى أربعة عشر سنة عقب للأربعة عشر ما في مجال هذه الإشكالية الموجودة منظومة القيم وين تغرس؟ تغرس فيها الفترة من سس سنوات إلى أربعة عشر سنة هذه المنظومة لما تغرس في الإبن تتحول داخلياً إلى إيش؟ موجه مثل شديه المؤشر ليقوده دائماً إلى القيم الولد إذا غرست فيه منظومة القيم خلاص طباً خليه خليه روحه راح يدبر نفسه بنفسه هو راح يبدأ يكون إنسان إيش؟ مستقر طيب إذا ما غرست هالمنظومة شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ الولد لما يوصل خمسة عشر سنة ويكمل ستة عشر سبعة عشر سنة تبدأ جميع القيم الثماني وأربعين التي لم تغرس بطريقة صحيحة شو راح تتحول؟ تتحول إلى إيش؟ اضطرابات سلوكية اضطرابات سلوكية هذا الاضطراب يروح بروحه؟ الإجابة لا يتكيف مع اضطرابه تشوفه شخص رائع شخص متميز شخص ناجح شخص ما شاء الله قوي بس داخلياً عنده مثلاً سلوك شائن عنده مثلاً حراف عنده شذوذ عنده مثلاً رغبة في العلاقات العاطفية في العلاقات الجنسية لماذا؟ هو خارجيين رائع نسميح ماذا؟ يبدأ يتعامل مع شخصيتين وهذا وين نشوفه؟ في العلاقات الزوجية بحكم أن المستشار أعمل بمحاكم دبي فأتعامل مع حالات كثيرة جداً تصدم الزوجة عنده زوج رائع متميز في منصب متنراق لكن داخلياً عالم آخر تماماً فيتعامل مع نسميح شخصية التاراتوف التاراتوف بمعنى يرتدي القناع الزائف فهو أمام الناس شخصية رائعة متميزة داخلياً شخصية منحرفة أمام الناس شخصية متزنة داخلية شخصية مضطربة فيعيش على شخصيتين نحن نسميه متلازمة السلوك السؤال يترك هذا الشي؟ الإجابة ما يتركها يعني الآن نحن من أكثر المشاكل اللي قاعد نتلقاها الآن كاستشارات أسرية يعني لو نتكلمنا عن عشر استشارات أنتلقاها والله يا جماعة ما يقل عن ثمانية تسع استشارات تشتكي الزوجة أن زوجها عنده علاقة أن زوجها عنده علاقة خارج البيت ما نتكلم عن ناس عاديين عن ناس ملتزمين تخيلوا يمكن هذه مش عندنا كثير في المملكة العربية أو في بعض الدول بحكم ناس ناس ملتزمين عندهم أيضاً إشكالية في هذا الجانب طيب ليش؟ لأن منظومة القيم لما بنيت بنيت بطريقة ماذا؟ بطريقة مشوهة ترى بعد الخمسة عشر مشكلة التعديل التصحيح التحسين لا 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 ليس بالأمر سهل ليس بالأمر سهل وإنما سيعتاد على هذا السلوك سيصبح نوع من الانسان ينحموا تلازمة السلوك سيعيش على هاي الشخصية لذلك يا جماعة مسألة النمدجة الابن خلال هاي الفترة من ستة إلى أربعة عشر سنة أي سلوك يراه في بيته معه بين أمه وأبوه تلقائياً ياخذه وين يحوله؟ يحول داخلياً في المنظومة مالية طبعاً الولد خلال الفترة المنظومة ما تشتغل عنده متى تشتغل المنظومة؟ لكن دون هالسنوات كل الأشياء اللي ياخذ الأبن ويخزن تخزين كيميائي داخلي في منطقة الثلامس تتحول عنده إلى منطقة اللاوعي إلى قيم متى يتحرك عليها؟ يتحرك عليها بعد ما يبلغ بعد ما يكبر هنا جميع السلوكيات جميع الممارسات جميع الأشياء اللي تلقوها في الصغر راح يبدأ يطلع على شكل ممارسات خذوا مثال في رسالتي في الماجستير كنت أتكلم دراسة كان بعنوان العنف الأسري بين الواقع والتطبيق والقانون أخذ حالات أدنى في محاكم دبي تقريباً حوالي 222 حالة طبقت ليهم أينة الدراسة شوفوا المفاجأة تبين أن 72.4% من الأزواج الذين قاموا بالاعتداء بالعنف الأسري ضد زوجاتهم شوفوا رقمه 72.4% سألناهم هذا السؤال في الدراسة هل سبق رأيت حالة عنف أسري في المنزل؟ 72.4% قالوا نعم شهدنا حالة عنف أسري في المنزل الأبن خلال هالفترة ينقل كل ثقافة الأسرة من كلمات من عبارات من ممارسات من جميع المشاهدات تنتقل إلى الأبناء يخزنها لما يكبر يحولها على شكل اضطراب وعلى شكل سلوك منحادث لذلك خذوا مثال مثلاً خمس دقائق فقط شوف خمس دقائق من الحوار السلبي من النقاش بين الأب والأم أمام الأبناء تعرفون أنه شو يسبب عنده؟ يسبب عنده شرخ عاطفي لمدة ثلاثة أشهر خمس دقائق فقط من أي خلاف عنيف خلاف حاد بين الأب والأم جدام العيال ثلاثة أشهر سيصاب شرخ عاطفي تخيل لو تكرر هذا الشيء هذا الشرخ يتحول لماذا؟ يفقد عند الأبن ست قيم رئيسية يفقد عنده لغة الأمان لغة الاهتمام لغة الاحتواء لغة الاحترام لغة التقدير ست قيم ستموت عنده هذا بسلوك واحد فقط ما بالك إذا هذا الأبن بدأ يتخزن سيكون عنده تخزين لكل الممارسات فبالتالي هناك ممارسات تؤدي إلى ماذا؟ إلى نوع من التربية نحن سميها العشوائية حالياً أنا عندي دراسة شغال عليها نتاجة بعد ما طلعت بس غير نتاجة الأولية شوفوا الإشكالية وينها البرامج أو التربية أو المهارات التي تقدمها الأم لأبنائها سبعين بالمئة منها الأب ما يشوفها نسميها التربية الغير مرئية التربية الغير مرئية خلاص الدراسة اللي وصلنا إليها أن سبعين بالمئة من التربية والجهد المبذول التي تقوم فيها الأم في المنزل الأب ما ينتبه لها ما يعرف عنها شيء قضية شؤون العيال المدارس الاهتمامات النشاطات الرغبات الاحتياجات ما عندهم خبر ببتالي شو نسميه نحن؟ نسميه الجهد المهدر الجهد المهدر وهذه إشكالية كبيرة جداً بأننا نحن أغلبنا ما عندنا مفهوم التكاملية وهذه ترى جمع ترى مصيبة أن الأبن يتلقى قيمتين في البيت هذه مشكلة الأم تقول لي ممنوع تلعب في اللعبة الفلانية هذه الأم تطيب مثلاً وتخبي الآيباد في الكبت أول ما يدخل الأبو قام الورده صاح شو سوى الأبو؟ قام سرعه عطاه إياه شو سوى نحن؟ غرسنا قيمتين عند الأبن غرسنا قيمتين قيمة جيدة وقيمة سيئة طيب الأم قال والله ما شي ظهره اليوم ما سير بيت يدك أو ما سي بيت عمك شو سوى الأبو؟ شغل الموتر وركب العياله إياه غرس في قيمتين من أك هذا نصنع من أكثر أخطاء التربية طيب عندنا دورة سما دورة التربية الذكية وجدنا أن هذه المسألة بين الأب والأم يقعون في 33 خطأ مدمر 33 خطأ مدمر أي بمعنى أنهم ما يتفقون يعني المنزل ما في منهجية واضحة يسألوا يعني كثير من الأبا يسألوا حتى عقب من خلص الدورة تسألوا ما بيكم عفوا ما المنهجية اللي عندك في التربية؟ ما المنهجية؟ أغلب الأبا ما عند أي منهجية يعتقد أن العادات والتقاليد والصلاة والمدرسة هي القيم الرئيسية هذه قيم بسيطة من منظومة القيم المتكاملة وإذا ما غرسنا هذه القيم بطريقة صحيحة راح تتحول ماذا؟ إلى فجوات تتحول إلى فجوات لذلك هذه الفجوات إذا تكيف عليه الإبن راح يسير عنده سلوك إيش غير جيد إلى جانب أيضا عدنة إشكالية كبيرة جدا وخاصة في المنزل اللي حنسميها المرأة إيش؟ المرأة الانفعالية أغلب بناتنا الله هذيهن أغلب زوجاتنا لو نشوفهم شي طيبات وحل وازنات بس في البيت متوحشات الله حفظها حادات عصبيات عنفات قاسيات دائما لغة أوامر دائما لغة انتقاد دائما لغة لماذا؟ لأنه هي واقعة تحت ضغط جدا شديد وخاصة إذا كانت بعد أم وعاملة لا لا الله يستربع لماذا؟ راح تتعامل بضغط نفسي جدا هائل راح تتعامل بضغط نفس جدا هائل فبالتالي الأم قاعد تغرس في أبنائها قيم نحن سميه القيم السامة القيم السامة لماذا؟ لأنه قاعد تتعامل معه بطريقة قاسية طبعا هي تحبهم هي تموت فيهم تعزهم لكن طريقتها في التربية سيئة طريقتها في غرس القيم ما تحسب عمرها انتقاد بسيط عند الابن انتقاد بسيط عند الابن يتكرر بس ثلاث مرات تصير عند الشرخ عاطفي في خمس قيم رئيسية في خمس قيم تموت عند الابن لماذا؟ بس تصرف ضدن بسيط لذلك مسألة الانتقاد مسألة الضرب مسألة الصوت العالي هذه كلها قيم ايش؟ نسميه قيم مسممة الابن هنا لما يكبر يتحول إلى شخصية سامة لما الاب ولما الام على سبيل المثال ما تمارس مبدأ القراءة في المنزل انتوا تتوقعون ان عيال يعني راح يكونوا القراءة لما يكبرون؟ ابدا هل تتوقعون تباتشرة هذه لما غدي عمره عشرين سنة ولا خمس وعشرين سنة راح تشوفه يوميا مار على المكتبة يقراء في الكتاب او من نهوات المكتبات؟ ابدا ليش؟ راح يكون همه يلسات ميالس لهو ورقة شيشة قهوة بس بس هل تشعر؟ لماذا؟ لأنه ما غرست فيك قيم رئيسية لأنه ما وجد نمذجة أساسية في المنزل يشوف أمه دائما على المسلسلات الأب دائما غير متواجد الأب دائما في تليفونه فبالتالي علي شو يتربى بالضبط؟ يتربى نسمي على قيم عشوائية يتربى على قيم عشوائية أثرها يا جماعتر ما بالحين لا أثرها لما يكبر الولد لما يكبر جميع الأشياء اللي هو تربى عليها وغلست فيه تطلع على شكل ممارسات تعال عاد عاد يتلاحق عاد هنمي تعال عاد صلح شو بتصلح في الأساس؟ فبالتالي قاعدين ندخل فيه إشكالية كبيرة جدا أخوات إخوان التربية في السابق كانت بسيطة كانوا الآباء والأجداد الفريج الاحتياجات كانت بسيطة الالعاب بسيطة الرغبات بسيطة الاحتياجات بسيطة فكانت القيم متشابهة يغيب الأب ترى العم موجود اليد موجود اليار موجود أغلب البيوت متعارفين هذه خالت هذه هذه عمت هذه هذه ربيعة فالكوليو نسميها 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 القيم المتوافقة القيم المتوافقة الآن لا الآن العالم تغير أنت ودك حتى تتروع تخليه برع عذريك لون الساعة تخاف عليه لماذا؟ لأن القيم اختلفت نحن نقول لهم ولا طالما نحن مفرينهم المادة الحمد لله الخير طيب مفرينهم أحسن لبس يسافرون يرجعون مدارس اللغة الإنجليزية شذي عمت ربين لا 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 هذا نسميه التربية الخارجية التربية نسميه ايش؟ الشكلية التربية الحقيقية الداخلية التربية الحقيقية التي تكمن في تكوين شخصية الأبن ما في أم ما تتمنى أن ابنتها تكون أحسن الناس ما في أب ما يتمنى يكون ابنه من أفضل الرجال وبالتالي حتى نبدأ نهيئ أنفسنا لهذه المسألة نحتاج إلى استعداد داخلي موجود نحتاج أن الأب يكون أكثر التزاماً في المنزل يا أخوان أكثر ما يحتاجونكم الأبناء متى؟ فس في الفترة من تقريباً بالضبط نسميه نحن من 6 سنوات إلى 14 سنة أكثر ما يحتاج الأبن لوجودك في هالمرحلة بعد 15 الأبن ما يحتاجك يقولك بالعكس هو ليشارد عنك هو الأصل اللي ما يضل وياك دائماً مرع البيت ويا ربعه ويا أصدقاءه حاجة الأبناء للأباء والأمهات من 6 إلى 14 سنة بعد 15 خلاص تبدأ البنت تنغلق على نفسها صديقاتها عالمها هواياتها ارتباطها ويبدأ الأبن في مفهوم الشلالية ربعه يسيروا ياهم يسيروا ياهم ويسهروا ياهم وجودك أنت غير موجود يعني هو ما يحتاجك أساساً ما يحتاجك لماذا؟ هنا نحتاج إلى وجود حقيقي مؤثر أغلب الأباء لما يقعد في المنزل ما يمارس دور الحقيقي أغلب الأباء جسد بس ما بقادرين يغرسون قيم في أبنائهم لأن ما عندها هالأدوات أسلوا أي أب أسلوا أي أم قول لي بس عفوا يعني إيش الأدوات التربوية التي تملكها أنت كم أداة تربوية تملكها بالضبط بس قول بس هذا السؤال بتشوفون أغلب الأباء ما عندها خلفية عن الأدوات اسألوا الأباء والأممات إيش الآليات المستخدمة في التربية إيش الآليات ما عندهم يعني ما يعرف شو الأليات الأساسية فبالتالي قاعدين نحن نتكلم عن أساسيات التربية بحاجة إلى ماذا إلى وعي نحن ننسمي نحن نحمى فهم التربية الوالدية قبل ما نربي الأبناء نحتاج أن نربي الآباء مع الأمهات تسمي التربية الوالدية أنتوا توقعون إخوان أن الشباب هذير يوم يعرسون الآن هذير الآن يوم يدخلون في الحياة الزوجية مهيئين تربويا مهيئين أن يربون عيالهم مهيئين مش مهيئين هذا أصلا إذا ما كان مهيئ للعلاقة الزوجية أصلا كيف رح يكون مهيئ للعلاقة التربوية تدرون كثير من الآباء ما عنده أي خلفية عن طرق التربية أدوات التربية وسائل التربية طرق ما عنده ما عنده لا حضر دورة لا قرأ كتاب لا التحق بورشة لا ما عنده حاجة ولهذا مسألة أن نحن نتنبه إلى مفهوم الدستور العائلي في قانون أنه في البيت في قانون خلاص الأب والأم التفقين عليه مثلا الساعة الثمان ممنوع الأيباد هذا قانون في البيت عندنا الساعة التسع التلفزيون هذا ما يتبطل على طول السكرة التلفزيون بعد قرب التسع ما في تلفزيونات في غرف النوم ممنوع التلفزيونات العيال لين 12 سنة ممنوع أخفال الأبواء في الغرف تتسكر الغرف بس بدون بدون أخفال العيال من 6 سنوات إلى 14 سنة ممنوع نهائيا الغازيات بيب سي سبنا ممنوع نهائيا أعطي قانون في المنزل أعطي دستور رئيسي في البيت هذا الدستور رح يتبرمج عليه الأبن في البداية يضايك في البداية يزعل لكن في النهاية رح يرضخ لهذا الدستور هذا الدستور رح يتبرمج عليه الأبن سيصبح هذا الدستور قيمة هذا لما يكبر هذا الولد رح يكون عنده مبدأ التزام، مبدأ الحفاظ على الأشياء، مبدأ الإنجاز، مبدأ إمادة، التقويم والمسار الداخلي، التقويم والمسار الداخلي، خلاص، أنت تبغي الآن تضمن ابنك أن بعد الخمسة عشر سنة تطلقه وما تخاف عليه، اغرس فيه القيام الله بارس فيك، لما تغرس فيه القيم في هاي الفترة من ستة إلى أربعة عشر سنة، أنا أقول لك بنسبة تسعين بالمئة هذا الورد لما يكبر راح يكون شخصيا متزينة، متزين لنفسه، متزينة لما يتزوج، متزين لما يكون موظف، متزين بسمعة بلده، بيكون شخصية رائعة، مثل أيش أيقونة رائعة للمجتمع، لماذا؟ شخصية نظيفة، شخصية طاهرة، شخصية الحمد لله جيدة، شخصية معطاءة، لماذا؟ غرست فيه قيم متميزة، لكن إذا أصبحت القيم مختلطة عنده لا لا، سيضطر أن يلبس القناع عن سميد تاراتوف، سيبدأ يغذي الصور المريضة اللي عنده وسيظل إنسان متميز أمام الآخرين، فبالتالي تخيلوا لما كل أب قاعد يستخدم نفس الطريقة في تنشئة أبناءه، أنتوا تتكلموا بعد عشرين سنة، شو راح يصير؟ شو راح يصير، راح تكون فيه إشكاليات كثيرة جداً، الآن إحنا قاعد نتكلم عن مؤشرات الطلاق عندنا على سبيل مثال، مؤشرات المشاكل الموجودة، ترى وين طالع هذي له؟ الطلاق المبكر الآن اللي قاعد يصير عندنا في المجتمع، وين جاي بالضبط؟ وين جاي؟ ترى جاي من من مفهوم التربية، لما هذا يكبر في الأساس، خلاص، ما عنده قيمة أن يحافظ على أسره، وهذه من أكبر الإشكاليات، لذلك دائماً، يعني شو مثلاً من انعكاسات الزواج، أغلب الأمهات يعانون من الزوج الاتكالي، أو نحن نسميه الزوج الأعزب، ريال، مهرس، وعنده بيت وعيال، لكن يعيش حياة العزوبية، لين حينه؟ سهران، لين حينه؟ سهرات طول الليل، لين حينه؟ سفرات يا ربعة، لين حينه؟ مشاغل، لين حينه؟ غير متواجد، نسميه زوج بس أعزب، يمارس العزوبية في دارة الزواج، ويلقي بالمسؤولية كل أعلمية على الزوجة الأم تتولى كل حاجة، تترول عاية الأبناء، متابعتهم، مذاكرتهم، شؤونهم، احتياجاتهم، رغباتهم، وجميع الأشياء ترى طايل ما فيه دريولوسايك، خلص أنا غير موجود، مصيبة، هذه غياب الأبن، تشوفهم المساء لازم تتفونها، غياب الأب عن بيته، 48 ساعة تقتل عند الأبن مفهوم الاحتيواء، 48 ساعة، طيب تقول بس قبل كانوا يسافرون، يظهرون، يسيرون الغوص، يسيرون السفر، ها، قبل كان، ايش نسميه، الأسرة الممتدة، الأبغير موجود، العم موجود، الخال موجود، اليد موجود، الفريج يمطوع الفريج، فالكل شو سوي قاعد يحقن قيم تقريبا متقاربة، نفس القيم يحقنها العم، نفس القيم يحقنها الجد، نفس القيم يحقنها الخال، نفس القيم يحقنها الجار، نفس القيم يحقنها يحقنها، فالكل يحقن بنفس القيم، الآن من المسؤولة الآن، تتوقع أن تيارك مسؤول عن عيالك؟ أبداً، تتوقع أنت ممكن إيمان مسيد مسؤول عن عيالك لا طبيعاً تتوقع أن الخال مسؤول عن عيالك أول للعام الكل مشغول في عالمه الكل مشغول عن عالمه يجب أن ندرك بأن الأبناء من 6 سنوات إلى 14 سنة ترى ما يحتاج إلى فلوسك نهائياً ترى الورد ما يفرق يا جماعة ما يفرق إذا هو عايش في ثراء أو عايش ترى يعني في حياة عادية ما يفرق مش هذا احتياج الرئيسي احتياج الابن للفلوس والمادة بعد ما يدخل فوق 16 سنة يبدن ينتبه يحتاج إلى مبلغ يطلع إلى ربعه بيسير للسينما بيسير للقهوة بيسير اشتراشها معينة خلاص لكن هاي الفترة من 6 إلى بالتحديد إلى 14 سنة بيحاجة إلى وجودك بيحاجة إلى تفاعلك بيحاجة إلى اندماجك وكذلك أية الأم دي شدور أساسي في هذا الجانب ثقافة البوكا يوكا ثقافة تقنية من أدوات اليابانية بمسمى البوكا يوكا كلمة البوكا يوكا بمعنى منع الخطأ بيرهم وطايا خير من تنطر علاج أنا لا أنتظر الابن يقع في الخطأ أو يرتكب السلوك الخاطئ ثم أبدأ بمعالجته لا أنا أمنع الخطأ من أساسه حتى لا يقع في ذلك الخطأ أستخدم تقنية اليوكا بوكا أي بمعنى تحذير الابن وتوجيه الابن وتوعية الابن ببعض السلوكيات الممنوعة مثل التوعية ضد التحرش الجنسي التوعية ضد تنمر التوعية ضد السلوكيات السيئة التوعية ضد التقليد الأعمى التوعية ضد المحاكات الآخرين البوكا يوكا أي بمعنى أن يجعل للولد قيمة داخلية يعرف أن يقيم ما بين الصح وما بين الخطأ هو يتخذ القرار بأنه يقدم على ذلك السلوك أو يبتعد على ذلك السلوك